ظهر اثنان من اشبال الفهد المرقط للمرة الاولى امام وسائل الاعلام هذا الاسبوع في حديقة حيوان سمت سونيان الوطنية بواشنطن الشبلان هما اول الفهود المرقطة التي تعيش بالحديقة وتمكن الجمهور من مشاهدة الشبلين لفترة وجيزة بدءا من يوم الاربعاء ويزيد الوقت الذي يقضيانه امام الجمهور تدريجيا كلما ازدادت اقلمهما مع موطنهما الجديد الشبلان مرتبطان ببعضهما البعض ويقضيان وقتهما معا منذ مولدهما ويصف مسؤول الحديقة الشبلين بانهما فضوليين للغاية وهما انثات دعاجيا وولدت في الربع والعشرين من مارس اذار وبايتون الذي ولد في التاسع والعشرين من ابريل نيسان في حديقة حيوان ناجفل الفهد المرقط موطنه الاصلي جنوب شرق اسيا وهو مصنف ضمن الانواع المعرضة لخطر الانقراض وتقدر اعداده في البرية بنحو عشرة الاف وتهدد ازالة الغابات والتجارة غير الشرعية وتفتيت الموائل هذا النوع من الحيوانات